اشتركوا في القناة اذا اردت ان تريد 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 ان يقول للانتقال يتحدد بشيئين بنعرف الانتقال بحشتين هما نقط ونقط أقول له مقدار الانتقال واتجاه الانتقال المقدار والاتجاه طيب الحصة اللي فاتت خدنا الانعكاس الانعكاس من اسمه كنا بنعكس إشارات لو جل الانعكاس في محور السنات كنت بغير شرط الصاد نقولنا أي نقطة عبارة عن سين وصاد الانعكاس في السنات نغير صاد لو جل الانعكاس في الصادات نغير شرط السين أما انعكاس في نقطة الاصل بغير شرط السين وصاد أما الانتقال النهاردة ما فيش تغير شراط الانتقال عبارة عن جم أو طرح الانتقال عبارة عن جم أو طرح يقول لي صورة النقطة 2 و 3 بانتقال قاعدة 5 و 1 في الانتقال هتديك حاجتين هتديك النقطة الاصلية وهتديك حاجة يسمى قاعدة الانتقال النقطة الاصلية وقاعدة الانتقال ويقول لك عايزين صورة النقطة دي عشان تجيب صورة النقطة 2 و 3 بانتقال 5 و 1 هتجمع هتجمع السين هنا مع السين هنا والصاد مع الصاد تجمع وتترى على حسب الشراط السين هنا ب2 والسين هنا ب5 تعتبر موجب فهقول له هجمع 2 زائد 5 واجمع الصاد مع الصاد 3 مع الواحد هتجمع 2 زائد 5 7 3 زائد 1 4 هتجمع صورة النقطة 2 و 3 بالانتقال 5 و 1 هتجمع 7 و 4 هتجمع في الانتقال بتجمع السين مع السين والصاد مع الصاد تجمع وتترى على حسب الشراط السؤال الثاني بيقول لك عايزين صورة النقطة 7 و 8 بانتقال قاعدته سالب 1 وسالب 3 أنا هنا عندي سين وصاد ودي سين وصاد نكتب السنات جنب بعض هنا 7 وسالب 1 يقول له 7 ناقص 1 والصادات 8 ودي سالب 3 كتبهم جنب بعض 8 ناقص 3 وكده يجمع وطرع على حسب الشراط 7 ناقص 1 6 8 ناقص 3 5 يبقى في الانتقال بتكتب السين جنب السين وصاد جنب الساد وتجمع وتترى على حسب الشراط السؤال الثالث بيقول لي عايزين صورة النقطة سالب 6 و 9 بانتقال 4 وسالب 1 أنا في الأول هاخد السين مع السين سالب 6 مع الاربع الاربع تعتبر موجب بسالب 6 زاد 4 واكتب السادات جنب بعض 9 ناقص 1 نجمع أو نترى سالب 6 زاد 4 هنا لشرطين مختلفين ننزل لشرط الكبير ونطرى هتبقى سالب 2 9 ناقص 1 8 فصورة النقطة هتكون سالب 2 و 8 السالب 6 والتسعة دي اسمها النقطة الأصلية وده اسمه قاعدة الانتقال ودي اسمها الصورة يبقى عندك الأصل والانتقال والمطلوب عندنا الصورة ممكن تجيب طريقة تاني يقول صورة النقطة 1 و 2 بانتقال قاعدته سين زاد 3 وصاد ناقص 1 هي هي برضو بيقول سين زاد 3 يعني السين هجمع عليها 3 الواحد اجمع عليه 3 صاد ناقص 1 يعني الاتنين هنترح منها 1 ممكن تهزف السين والصاد وتحل عادي 1 زاد 3 و 2 ناقص 1 هنجمع ونطرح 1 زاد 3 4 2 ناقص 1 و 1 فصورة النقطة 1 و 2 هتكون 4 و 1 برضو نفس النظام صورة النقطة 7 و 4 بانتقال سين ناقص 2 يعني السين هترح منها 2 وصاد الصاد ده هينزلها زي ما هي ولا هيجمع عليها ولا هيطرح منها طيب سين ناقص 2 السين عندنا في 7 هترح منها 2 وصاد مجاش عندها يعني هنزل الاربع زي ما هي 7 ناقص 2 5 ونزل الاربع فصورة النقطة 7 و 4 تكون 5 و 4 في كل المثال دي كان بيديني النقطة الاصلية ويديني قاعدة الانتقال وانا اللي بجيب الصورة بجيب ازاي الصورة بجمع الاصل زياد الانتقال يديني الصورة الفكرة التانية هيعكس هيديني الصورة نفسها ويدينيك النقطة الاصلية ويقولك عايزين قاعدة الانتقال هيديك الصورة والاصل وعايز الانتقال في الحالة دي هتطرح هتطرح الصورة ناقص الاصل الصورة ناقص الاصل زي بالظبط لما هنقول 1 زياد 2 1 زياد 2 ب3 طيب انا لو حشتلك الاتنين قلتلك واحد زيت كم بتلاتة هتقول نطرح هنترح تلاتة نقص واحد يديني هنا الاثنين فهنا نفس النظام لم يديكم النقطة الأصلية والصورة وعايز الانتقال هتطرح تطرح الصورة نقص الأصل زي المثال ده بيقولي إذا كانت صورة النقطة ألف تلاتة وتمانية بانتقال ما يعني ما نعرفش الانتقال كام هي ألف شرطة خمسة وتسعة الصورة نفسها مده لخمسة وتسعة عايز قاعدة الانتقال عايز الانتقال بكام عشان تجيب الانتقال نفسه هتطرح هتطرح الصورة نقص الأصل وبيقولي صورة النقطة ألف هي ألف شرطة يعني ده الصورة وديه الأصل هتطرحهم من بعض هنتطرح ازاي هنتطرح السين نقص السين والصاد نقص الصاد يعني هتطرح خمسة نقص ثلاثة والصادات تسعة نقص ثمانية خمسة نقص ثلاثة باتنين وتسعة موز تمانية واحد فقاعدة الانتقال اللي هو عايزها اتنين وواحد السؤال ده برضو نفس الفكرة بيقولي إذا كان صورة النقطة ألف واحد وسلب ثلاثة بانتقال ما هي ألف شرطة سلب اتنين وخمسة فإن قاعدة الانتقال عايز قاعدة الانتقال نفسها صورة النقطة ألف واحد وسلب ثلاثة دي الأصل الصورة هي كذا يبقى دي الصورة عشان أجيب الانتقال هنترحهم أترح الصورة نقص الأصل نبدأ بالسنات هترح السين نقص السين سالب اتنين نقص واحد وأترح الصاد نقص الصاد خمسة نقص سالب ثلاثة النقص بتاع القانون إن احنا هنترحهم من بعض والسالب ثلاثة اللي هو الرقم بتاع الصاد سالب اتنين وسالب واحد نضع عشر ونجمع يبقى سالب ثلاثة خمسة نقص سالب ثلاثة لشرطين اللي وراء بعض ونضروبهم سالب في سالب وموجب خمسة زات تلاثة تمانية فقاعدة الانتقال اللي هو عايزها تكون سالب ثلاثة وتمانية يبقى الفكرتين دول هما المهمين في الانتقال لما يديك الأصل والانتقال وعايز الصورة تجمع تجمع الأصل زاد الانتقال هيديك الصورة لو عايز الصورة تجمع الأصل زاد الانتقال أما العكس لو عايز الانتقال نفسه هتطرح تطرح الصورة ناجس الأصل لو عايزين الانتقال نطرح الصورة ناجس الأصل اشتركوا في القناة في اتجاه ميم نون ومدينا نقطة ميم اسمها واحد واثنين ونقطة نون اثنين واربعة طيب هو عايز صورة النقطة اثنين وتلاتة للنقطة الاصلية أنا المهم يبقى عندي قاعدة الانتقال عشان أجمعه وقاطره هو مش مديني قاعدة الانتقال طيب بيقول لي بانتقال ميم نون كلمة الانتقال ميم نون هي هي اللي هجيب منها قاعدة الانتقال طيب هجيبها ازاي عند اكترة اكتين ب소리 ميم والنون شوف السين هنا السين هنا كانت واحد والسين هنا اثنين شوفها زادت ولا نقصت واحد بجت اثنين ايبا انا زدت واحد ايبا السين زادت واحد بتاع نشوف الصادات الصاد هنا باثنين والصاد هنا باربعة اثنين بجت اربعة زادت اثنين واحد واثنين دي هي قاعدة الانتقال بشوف السين زادت كام والصاد زادت كام زادت او نقصت الطريقة اللي افضل من دي يقول لك الانتقال مين نون تطرحهم من بعد بس تطرح الحرف الثاني نقص الحرف الاول يعني هتطرح نون نقص مين لو جال لك الانتقال الف به تطرح به نقص الف الانتقال سين صاد تطرح صاد نقص سين هو هنا بيقول لانتقال مين نون إبنا هتطرح نون نقص مين هتطرح نون نقص مين هتطرح السين نقص السين والصاد ناقص الصاد تعالنا طرح اتنين ناقص واحد وهطرح الصادات اربعة ناقص اتنين اتنين ناقص واحد بواحد اربعة ناقص اتنين باتنين واحد واثنين اللي احنا جبناها دي قاعدة الانتقال طالما جبنا قاعدة الانتقال الباقي سهل هو عايز صورة النقطة اتنين وثلاثة بالقاعدة اللي احنا جبناها واحد واثنين عايزين صورة النقطة اتنين وثلاثة فهجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض هجمع 1 زاد 2 و 2 زاد 3 1 و 2 3 و 2 و 3 5 يبقى انا كلمة الانتقال ميم نون دي جيبت منها القاعدة ميم نون يبقى طرحته من بعض بس تطرح نون نقص ميم بعد ما تجيب قاعدة الانتقال طب بجعى النقطة اللي هو عايز صورتها اللي هي النقطة الاصلية هتجمع سين مع سين وصاد مع صاد ناخد مثال تاني زيها نفس الفكرة بيقول لي عايزين صورت النقطة جين 6 و 1 دي النقطة الاصلية بانتقال سين صاد بانتقال سين صاد دي هنجيب منها قاعدة الانتقال يدينو نقطة سين سلب 1 و 5 وصاد 2 و 0 هنجيب قاعدة الانتقال الاول من سين صاد وانتبا بجعى مع نقطة جين الانتقال سين صاد يبقى هترحه من بعد اطرح الحرف الثاني نقص الحرف الاول هنطرح ساد نقص سين ابدأ بالاحداث السين الاول 2 ناقص سالب 1 2 ناقص سالب 1 يعني هتبه 2 زاد 1 عشان سالب في سالب بموجة والصداد 0 ناقص 5 0 ناقص 5 2 زاد 1 3 0 ناقص 5 هي بعينها السالب 5 0 مالوش قيمة في الجمع والطرح الثلاثة والسالب 5 دي قاعدة الانتقال هجيب نقطة جين او هجيب صورة نقطة جين اللي هي اسمع 6 و 1 فهجمع هجمع السينات مع بعض 3 زاد 6 وسالب 5 زاد 1 هجمع سين مع سين وصاد مع صاد 3 و 6 تسعة سالب 5 و موجة بواحد ننزل شرط الكبير ونطرح تبه سالب 4 في الاول هات قاعدة الانتقال واجمعها مع النقطة الاصلية اخر مسلا دي رسم بيقول لي يرسم المربع ألف به جيم دال بدينه نقطة ألف واحد و 1 به 4 و 2 جيم 3 و 5 دال 0 و 4 ثم رسم صورته بانتقال ألف ب بعد ما نرسم هو هنرسم صورته بانتقال ألف ب طيب زي ما عملنا الحصة اللي فاتت هنكتب هنا المربع الاصلي وهنا صورته ألف هنسمي صورتها ألف شرط به به شرطة جيم هنسميها جيم شرطة و دال شرط هو عايز صورتها بانتقال ألف ب يبقى لازم أجيب قعدة الانتقال الأول انتقال ألف به يبقى أطرحه من بعض بس هطرح به نجس ألف ادي ب و ادي ألف هطرح السنات من بعض 4 نجس 1 و كده الصداط 2 نجس 1 بل انتقال ألف به هطرح به نجس ألف 4 نجس 1 2 نجس 1 4 نجس 1 3 2 نجس 1 1 3 و 1 دي اللي هي قعدة الانتقال القاعدة دي هجمحها مرة مع ألف ومرة مع بي ومرة مع جيم ومرة مع دال نبدأ بنقطة ألف هجمحها على قاعدة الانتقال اللي احنا جبناها لها 3 و 1 هجمح سين مع سين وصد مع صد 3 زاد 1 4 1 زاد 1 2 نجمحها مع بي 3 زاد 4 7 1 زاد 2 3 مع جيم 3 زاد 3 ب 6 1 زاد 5 برضو ب 6 مع دال 3 و 0 هي 3 1 و 4 5 كده نص الحل النص الثاني ان احنا نرسم هنرسم شبكة تربعية هنرسم محور سنات ومحور صدات انا مرسمتهاش في النص عشان عندي أرقام كبيرة هنا عندي السبعة والست فخلت لهم محور السنات هنا طويل كمان ما عندي السوالب خلص في المسلة فخلت الجزء بتاع السوالب صغير في النص هنا الصفر هنا 1 2 3 4 5 6 7 النحية التانية نكتب السوالب وانا ما عندي السوالب فوق نكتب 1 2 3 4 5 6 وتحت السوالب نمثل المربع الاصلي الأول ألف 1 و 1 1 و اطلع للواحد واكتب عندها ألف بيها 4 و 2 4 و اطلع للتنين واكتب عندها بيه جيم 3 و 5 3 و اطلع للخمسة اكتب جيم دال صفر و 4 صفر و اطلع للاربع في الصات واكتب عندها دال بعد كده نواصل للاربع نجات دول ببعض اواصل ألف بيه وبيه بجيم وجيم بدال ودال بألف مربع بس معيل بعد كده نرسم الصورة صورة المربع ألف شرطة أربعة و اتنين أربعة و اتنين على نفس النقطة نسميها ألف شرطة به شرطة سبعة و تلاتة سبعة و نطلع لحد التلاتة جيم شرطة ستة و ستة ستة و نطلع للستة جيم شرطة دال شرطة تلاتة و خمسة تلاتة و نطلع للخمسة على نفس النقطة نواصل للاربع نجات ببعض اواصل ألف ببه وبه بجيم وجيم بدال ودال بألف متوصلة ببه دال مربع الأصلي و دا صورته حرقناه ناحية اليمين و طبعا المربع لما حرقناه شوية بجا مربع برضو بجيش مسلس ولا معين المسلس لو اتحرك هيبقى مسلس المعين لو اتحرك هيبقى معين انت لو مشيت لآخر الشارع مش هتبقى ابن عمك هتبقى انت بعينك فدي ممكن تجينا اكمل في الامتحان يقول لي صورة المربع بانتقال ماه هي نقط مربع ولا مسلس ولا معين ولا مستطيل اقول له مربع المربع لما يتحرك هيبقى مربع اخر حاجة هنا خواص الانتقال خواص الانتقال زي خواص الانعكاس بالزبط اللي قلناه من الحصة اللي فاتت اللي هم الخمس خواص ودول يتحفظ ويجي اكمل الانتقال برضو يحافظ خمسة يحافظ يحافظ على الزوايا ويحافظ على الاضلاق ويحافظ على التوازي ويحافظ على البينية وبيحافظ كمان على الترتيب الدوراني للشكل الانعكاس كان لا يحافظ على الترتيب الدوراني لرؤوس الشكل اما الانتقال بيحافظ واحنا شرحنا الخاص دي بالتفصيل في حصة الانعكاس اشتركوا في القناة